وجه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بضرورة المتابعة المستمرة وتنفيذ الصيانة الدورية للحفاظ على الأعمال التي يتم تنفيذها بالحضائق المركزية ذلك لاستدامتها ولضمان استمرار الحفاظ عليها جاء ذلك خلال تفقده الحضائق المركزية النهر الأخضر بالعاصمة الإدارية الجديدة ذلك تمهيدا للتشغيل التجربية للمشروع وأوضح مدبولي أن هذه الحضائق تعتبر حلقة الوصل بين سلسلة من الأحياء العمرانية وستكون إحدى الحضائق المميزة على مستوى الشرق الأوسط والعالم ومن أكبر الحضائق حول العالم